إذن فيتكي في باكل تكي ما قرأته العنوان من رح نحكو فيه على الهرب الغذائي السابق يعني كون نحكو فيه في برنامج الشروق مورنيك رح نكمل بعض التوصيات من أجل حياة صحية من أجل حياة هالثي ومن أجل أيضا تصحيح بعض الأخطاء الشائعة والموروثة خليني نقول أنه إحنا يتعودنا وتوارثنا بعض العادات السيئة والعادات السلبية في حياتنا اليومية في نظامنا الغذائي تحديدا كبرنا عليها ولكن للأسف بعض الدراسات ولا بعد الدراسات الكثيفة في مختلف المخابر العالمية أبطلت الشيء اللي كنا ولا اللي تربينا عليه فضروري نواكب العصر وضروري نمشي مع العلم خاصة أنه اليوم العلم متوفر ومتاح للجميع وأكيد باش نفصلوا بهذا الموضوع أكتر وأكتر تلتحق بنا لهذا الأثناء خديجة بن علال أخصائية تغذية صباح الأنوار أهلا بك أهلا بك يوسف صباح الخير لك صباح الخير لكل متابعين قناة شرق نيوز شكرا لك سيدة خديجة أكيد الجمهور تعود عليك في هذه الفقرة وتعود على كل النصائح والتوصيات التي تقدميها ولكن هذا أول لقاء بيني وبينك صراحة أنا من بين الناس اللي كنت نشوفه وكنت ناخذ بالنصائح خاصة أني من الناس ولا من النوع اللي يتبع نظام غذائي صحي صحي جيد جميل فالأكيد يهمني كل الأراء ويهمني أني ناخذ الجميل منها كنت سمعتكم بالأعداد السابقة حكيتوا على بعض الأنماط الغذائية السلبية اللي اعتدنا عليها إحنا كمجتمع الجزائري بداية من فطور الصباح إلى غاية العيشة بداية قبل ما ندخل في الموضوع هل تشوفي أنه اليوم الجزائري بدأ ينتبه إلى هذا النقاط وبدأ يطور ويغير في نمط غذاء ويروح إلى ولا يتجه إلى نمط غذائي سليم ولا مازاله بعيد صحيح يوسف كما ذكرت أولا نرحب بك مرحبا بك ومرحبا بيا عندك والحاجة تكلمت على الوعي الغذائي عند الجزائري ونلاحظ أنه حقيقة بدأ الوعي في المجتمع الجزائري مع ظهور الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فهنا يلاحظوا أنه بدأ الوعي لو كان نرجع عشر سنوات للوراء يعني نقدر نقول لك ما كانش كين وعي غذائي بتاتا الآن الحمد لله الناس بدأت تتفيق بدأت تبحث أيضا على مثلا مخاطر السكر على مخاطر مثلا المقليات على مخاطر المشروبات الغازية كل هذه الأمور الناس بدأت تتقف في مجال الغذاء وحتى بدأت يعني بدأت تتطبق ولكن سمحنا نقاطك في النقطة هذه مع ظهور التكنولوجيا مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا انتشرت بعض المعلومات أيضا لمغلوطة خلينا ما ننكروش هذا الشيء والنصر هي تتبع فيها ورا هي يعني تهلك في صحتها صحيح هناك الكثير من المعلومات المغلوطة وفي نفس الوقت كين المعلومات اللي ما زلنا نتبع فيهم خليني أقول لك معلومات قديمة اللي خرجت ممكن في السبعينات في الثمانينات والآن خليني أقول لك أنه كين صراع بين قبول الجديد وأنه نستغني عن المعلومات القديمة فالناس لما تقدم لهم معلومات الجديدة يعني اللي ما اعتمد على دراسات حديثة على حتى أنه ننتبه للتصرفات تعالى الناس حاليا مع الغذاء الناس يعني كين اللي تتقبل وكين اللي لا تقعد شدة في المعلومات القديمة فخليني أقول لك أنه كما السيارات تغيرت من السبعينات للآن الملابس تغيرت من السبعينات الآن حتى فيما يخص الغذاء وحتى فيما يخص الطب حتى فيما يخص المعلومات الطبية وفي الغذاء تحديدا حتى يعني ربما في القيمة الغذائية على الغذاء تغيرت لا صحيح هذه ما نقدرش ننكرها ما نقدرش ننكرها وبالتالي كثير من التعليقات تقول لي أنه إذا ما قدرناش ناكله يعني صحي مئة بالمئة فيعني ما ناكلوش كامل أنا ما نقدرش نقولكم أنه نقدر نكونوا صحيين مئة بالمئة لأنه كين تلوث الهواء تلوث الخضر والفواكد أكيد ما نقدرش نكونوا صحيين مئة بالمئة ولكن الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يعيش صحي قدر الإمكان ينقص يعني من كل هذوك الأطعمة السيئة هذا رح يشوفها على الصحة نتعب جميل لكي الناس بزفحةไปهم ولا متابعين النظام ولا الهرم الغذائي القديم إلى غاية اليوم ما بدلوش نروحوا إياك نشوفه النظام الغذائي القديم قبل ما نروحوا إلى التحديث ولأخر نظام الغذائي بداية نطلبه من المخرج يحطينا النظام الغذائي ولا هرم الغذائي القديم يلا الغذائي القديم كلنا نعرفوه هو الهرم الغذائي ليخرج في 1976 في السويد وبعدها تم تعديله عدة مرات عدل في آخر تعديل كان في 2005 آخر تعديل نظن كان في 2011 في أمريكا لأن أمريكا الآن أصبحت تعتمد على أولا على الصيام المتقطع وأصبحت تعتمد على نظام الكيتو لما تدخلوا في التفاصيل لازم له حلقة مخصصة الآن فيما يخص هذا النظام الغذائي المعتمد على النشوية كنا نشوفوا القاعدة الكبيرة هذه المعتمدة على النشويات خبز، ماكارونا، بطاطا كل أنواع العجائن هذه يقول لك حتى تلحق حتى من 9 إلى 11 حصة في اليوم 9 إلى 11 حصة في اليوم راهي حصص كبيرة جدا مبالغ فيها كثيرا هنا نشوفوا حاليا نسب الإصابة بمرض السكري تقول لي وشنو هي علاقة مرض السكري بالنشوية النشوية ما راهيش سكر نحن نعتقد أن مرض السكري جي غير من الحاجة حلوة كي ناكلوها خليني أقولكم أن النشوية هي عبارة عن سكريات لأن النشوية هي اتحاد آلاف الجزئات من القلوكوز وبالتالي النشوية بمجرد أنها تدخل إلى الجسم ستتحول إلى سكر فإذا كلينا أرز رح يرفعنا نسبة سكر في الدم إذا كلينا بطاطا يرفع نسبة سكر في الدم نفس الشي بالنسبة للخبز وخاصة الخبز الأبيض المحضر من الفارينة البيضاء الشوفان يدخل ضمن النشوية؟ الشوفان هو الحاجة المليحة في الشوفان هو أنه فيه ألياف وفيه بعض البروتينات ولكن يدخل ضمن خانة النشوية؟ يدخل ضمن خانة النشوية ولكن يعتبر أحسن من هذه النشوية خاصة النشوية المكررة لأن أصبحنا نعتمد عليها كثيرا ممكن الكثير اللي رأهم يشوفوا فيها الآن ويقولوا لي إحنا ما لنا بكري كلاء وكلاء والقمح وكلاء والشعير ومسرع لهمش كل هذ الأمور كانوا يأكلوا القمح يعني يجيبوا القمح الكامل ويطحنوا ويستعملوا هذه الدقيق تعالقمح الآن إحنا أصبحنا نستعملوا الفارينة الفارينة مراهيش كما الدقيق مراهيش صحية مراهيش صحية بتاتا يجب أن نعرفوا أنه باش لحقتنا الفارينة هكا كبيضة راهيجازت بالعديد من مراحل التكرير والمواد الكيميائية المبيضة لخليني يقولكم أنه تشبه المواد اللي يستعملوها من أجل صباعة الشعر يعني لهذه الدرجة يعني تتشابه ما نقول لكش نفسها ولكن تتشابه في الصغاء الكيميائية فكي نفرق بين أن نستعمل فارينة القمح الكامل والدقيق القمح الكامل والفارينة الخبز الأبيض هو مجرد سكر لازم نعرفوا أنه الباقيت اللي هي الخبزة اللي نشروها من عند البولانجي فيها 22 قطعات سكر يعني كانت بكري فقط الحصة الكبرى كانت للنشويات كانت للنشويات أولا لأنه لازم نعرفوا أنه إلا رجعنا 50 سنة للوراء لازم نعرفوا أنه الجزائر كان في فترة استعمار ما كانش كاين الشي كان الطعام كان قليل فهما كانوا معتمدين على النشويات كانوا معتمدين على القمح وكانوا معتمدين على الشعير إلا ما عندوش كامل وشية كل يديروا هذه الكسرات على القمح ولا تعشعير وهو وكلة الآن الأمر مختلف ما نقدروش نعتمدو على نفس نمط الغذاء القديم وإحنا زدنا له حاجات إضافية بمعنى زدنا له حاجات إضافية ولينا ناكله القطو ولينا نشربه القازوس في كل وقت ولينا ناكله الخبز الأبيض اللي ما كانش متوفر قديما والعجائن هذه العجائن المكررة كما كل هذه العجائن الأنجسخية والصناعية هذه اللي نستعملوا فيها فالمشكلة هنا مشكلة كميات الحصة من 9 إلى 11 حصة راهي كمية كبيرة جدا وخاصة إذا كانت بطريقة يومية نشوفه أيضا في الهرم الحصة التانية الكبرى هي للخضر والفواكه نعم الخضر والفواكه يعني للأسف لما نتكلم على الخضر والفواكه الفاكهة تكون أقل من الخضر لأن الفاكهة أكيد فيها سكريات ما ننكرهش أنه فيها فوائد فيتامينات فيها معادن مضادات أكسادة ولكن في نفس الوقت فيها سكريات عالية جدا عالية جدا وخاصة إذا سمحت لي نتكلم على عصائر الفواكه نحن نعتبر أنه عصير البرتقال هذا الجدغانج اللي نتناولها عادة مع الصباح نعتبره صحي لأنه يحتوي على فيتامين سي إلى آخره فما ننكرهش أنه فيه فيتامين سي فيه ولكن فيه كمية سكر كبيرة علاش؟ لأنه باش ناكلوا حبات جينا ناكلوا يعني حبة فقط نقطعوها يعني ممكن نستغرقوا فيها خمس دقايق من ثلاث دقايق إلى خمس دقايق باش ناكلوها الآن باش نحضروا عصير عصير برتقال لازم منها على الأقل شحال ثلاث حبات جينا هنا نشوفه كين فرق بين أنك تاكل ثلاث حبات جينا وحبة جينا يعني فرق كبير جدا زيت في العصير أنه كل الألياف هذيك اللي تكون في الفاكهة يعني راح تروح مع العصرة وشنو هما وشنو هي الفائدة تاع الألياف الألياف راح تعطل دخول السكر إلى الدم وبالتالي السكر تاع الفواكه اللي راح يدخل يعني ببطع كيناكلوا هذيك حبات البرتقال كيناكلوا بالألياف انتحها هنا في العصير الألياف هذيك راح تروح وبالتالي السكر الفواكه هيدخل مباشرة إلى الدم جميل فقط في هذه النقطة ربما وشنو هي المواد اللي نقدروا نجيبوا منها كمستهلكين ربما الفيتامين سي من غير البرتقال البرتقال كين البرتقال يعني ما شي ما ناكلوش البرتقال ناكلو ولكن باعتدال ولكن نقدر نغيرو ولا نجيبوا الفيتامين سي اللي يحتاجها الجسم الإنسان من أي مادة من الخضر الخضر كما الفلفل فيه فيتامين سي كما الأوراق الخضراء فيها فيتامين سي كما الطماطم فيها فيتامين سي يعني الكثير من الخضر والفواكه تاني أيضا اللي فيها فيتامين سي يعني أنا وش حبيت الرسالة حبيت نوصلها لا داعي لعصر الفواكه من أجل حصول على فيتامين سي الآن ما ننشو قولكم كامل ما تشربوش عصر الفواكه ممكن تكون خرجة على الأصدقاء ولا تروح تزور الأم التاعك تعصر لك تشينا ممكن أنه نتناوله عاصر الفواكه ولكن الحاجة اللي حبيت نقولها لا نعتمد عليه بطريقة يومية ونعتبره ونزيده ونعتبره صحي نفس الشيء بالنسبة لتمر تمر بمجرد أنه نعتبره صحي فهنايا نقدره ممكن يقول لك نقدر ناكل عشرة حبات حتى 15 نحباتها عدد المسموح الآن يعني على حسب كمية السكر كامل اللي كليناها في النهار الإنسان نقوله إنسان ما كلاش في اليوم كامل سكر ممكن على حساب الاكتيفيت التاعوي على حساب الناشاط التاعوي على حساب إلا كان رياضي إلا كان نهار كامل هو قاعد في المكتب يخدم فهنايا تختلف الكمية ممكن نروح من 3 حتى 5 حبات يعني في اليوم على حسب المجهود للإنسان راهو يدير فيه مثلا نعطيك مثال فرق بين زوج يخدمه مثلا واحد يخدم ماصن بناء وواحد يخدم في الإدارة نهار كامل هو قاعد فهذا الزوج الجسمين هذو المعطايات انتحبوا مختلفين البناء اللي هو الماصن اللي يأكل تمر بزيف هنا رح يحرقوا لكن إنسان اللي راهو قاعد في المكتب نهار كامل هو قاعد في المكتب ما يقدرش يأكل كمية سكر كبيرة كمية تمر كبيرة طيب بالنسبة للتمر شحال ولا الفترة ومشنه هي الفترة اللي يفضل أن يؤكل فيها التمر هل الفترة الصباحية أو الفترة المسائية أو عادي في كله عادي يعني ما عندهاش ما عندهاش كوقت محدد فقط أنه نتفدو ما تروحش تخزن كدهون في الفترة الليلية خاصة لما يأكلها ورح يرقود الإنسان أكزاكتما أنا حنتكلم على الفترة الليلية خاصة الفترة الليلية أنه نتفدو هذا كل أكل تعليل بزاف ناس يقول لك أنا نكون قاعد ناشطة علي تنفح لي حاجة رح ننفح لي ناكل رح ناكل أي حاجة 90% من الجزائريين هكذا أكيد 90% فهذا التصرف يعني مضر جدا جدا أول حاجة لي تضرر من هذا التصرف لهو الأكل في الليل هو الكبد لأنه الكبد لما نتعشاه أول زوج سوياع أو ثلث سوياع رح يقوم بهضم الأكل هذو الساعات الأولى ومن بعدها الساعات اللي يجو حتى تعليل حتى الصباح هنا يقوم بتنظيف الجسم لذا ديتوكس تعليل الجسم يقوم بها الكبد الآن أنا لما ناكل في الليل لما ناكل على 11 تاعليل وعلى 12 تاعليل رح نوقف تصفية الجسم وتنقية الجسم ورح نشغل الكبد انتاعي بالهضم فهنايا رح تتوقف عملية الديتوكس شحال هو الوقت اللي لازم الإنسان يحبس فيه الأكل الأكل خلينا نقوله يعني كحد أقصى ماكسيموم ماكسيموم تسعة تعليل ماكسيموم لأنه رهو تخل في الروطار ولكن ماكسيموم من المستحسن يكون 8 تعليل يعني وقت ملائم جدا وهنايا من هذا البابي لا تسمح لي كانت نتحدث على فاطور الصباح اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة على فاطور الصباح ممكن الناس ما فهمونيش منيه فاطور الصباح هو ما راهوش أهم وجبة في اليوم احنا يكبرنا وحتى احنا يقرأنا كمختصين تغذية أنه فاطور الصباح هو أهم وجبة في اليوم ولازم تكون يعني بالكميات وبالنوعيات الآن الدراسات أثبتت أنه فاطور صباح ليس أهم وجبة في اليوم بدليل أنه صباح كالنوضو نوضو شبعانين يعني الأغلبية فينا النوضو شبعانين والنوضو ناكلوا لأنه والفنا لأنه عادة من عادتنا أنه كالنوضو صباح نوضو قبلنا ناكله وأكبر دليل على أنه صباح كالنوضو شبعانين شكون هو ما صباح لنوضو شبعانين الأطفال صغر أطفال صغر كنوض الصباح يقول لك أني شبعان فهنا هي هذه المعركة تعالي الصباح تبدأ بين الأم وبين الطفل كون لا لا ما ناكوش لا لا كون لا لا ما ناكوش وتبدأ هذه القلق اللي يجي في العائلة جميل ولكن شوفي كين بعض الأطباء والمختصين ينصحوا يقولوا الدراسات حتى الجديدة تقول لك ربما في الفترة الصباحية يقول لك الإنسان ما يكلش الصباح يقول لك لازم حتى بعد ساعة من تنوض وترياح باش تبدأ تقدر تشرب منبهات للجسم هذه كنقطة أولى كنقطة ثانية كان بعض الأطباء والمختصين أيضا اللي ينصحوا ويقول لك ربما ما تاكلش حتى 12 صباح حتى منتصف النهار ما صحة هذه المعلومات خاصة أنها من عن أطباء ومختصين كبار أكيد المعلومات هذه جد جد صحيحة والآن في الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا حتى أولاوي يطبقوا في الصيام المتقطع وشنه هو الصيام المتقطع أنك ما تاكلش الصباح ممكن تشرب الماء ممكن تشرب القهوة ينتيزان تيزانة ولا شيء يعني بدون سكر طبعا هذا الصيام المتقطع هو المباعدة بين الواجبات صحة والإنسان لنط بكري نط على الربعة على الصباح ولا لقداش يبدأ يأكل أنا دايما نقول يعني تبع إشارات الجسم انتعك إذا كان نط صباح على الربعة على الصباح وانتارك جيان حاسس بالجوع هنا تقدر تأكل إذا كان صباح نط كما نقول إنا بالعامية نط مسقف ما تقدرش تأكل هنا يقدروا نتفاداوا هذه الواجبات اللي ينفورسي ورواحتينا الصباح أنه نأكلوا كين بزاف ناس يدخلوا في حالة غثايان بمجرد أنه يفورسي يروحوا الصباح بش يأكل فإذا نط صباح حسيت روحك شبعان ما ركش قادر تأكل ما تحتمش على روحك الأكل يكون مع إشارة الجوع على عكس الماء اللي يقول لك ما تخليش روحك حتى تعطاش باش تشرب يقول لك لازم تشرب بين فترة وأخرى بين فترة وأخرى يعني تفكر نفسك أنك تشرب ولكن ما ندخلش في هذك أنك تشرب حتى ثلاثة لترات ولا ربعة لترات من الماء هذا كثير جدا لأنه رح يخليك تفقد الكثير من المعدن فالأكل والشرب يكون على حسب الإشارات جميل نروحوا ربما إلى الهارم الحديث اللي راني نشوف فيه اللي قام به واحد من الباحثين من جامعة هارفورد تحت عنوان The Healthy Eating Pyramid يلا أكيد هذا هو الهارم الجديد اللي الآن أصبحنا نشوفه النشويات رهي طلعت بدرجة بعدما كانت النشويات في القاعدة في القاعدة هي أكبر حصص نعتمد عليها في اليوم الآن راني نشوفه أنه قلت نسبتنا شويات علاش لأنه لاحظنا أنه الناس تخلط بالملايين في مرض السكري وبالتالي هنا أصبحنا راني نشوفه الحصة الكبرى راحت للخضر الحصة الكبرى راحت للخضر أيضا وراحت تاني للدهون الطبيعية طبيعية أكيد الدهون الطبيعية وحتى للحوم مختلف أنواع اللحوم فقط تاني اللحوم كانت الفوق كانت مكلاسيا ربما صحيح ربما ما قبل الأخيرة ما قبل الأخيرة ما قبل الحلويات وقبل المشروبات الغازية كانت اللحوم تماما اليوم راهي أعطوها نسبة كبيرة اليوم هبتت أكيد دهون الطبيعية الدهون الطبيعية وخاصة الدهون الحيوانية اللي كنا سنوات وإحنا متخوفين منها صح كانوا ربما كانوا ينصحوا يقول لك ابتعدوا عليها يقول لك حداري ممنوع أكيد معناها بزاف كلمة ممنوع صحيح كما الصفرت على البيت كما الأجبان الطبيعية كما اللحوم خاصة اللحوم الحمراء اللي فيها نسبة كوليستيرول عالية الآن أعطوها أهمية أهمية الآن أصبحنا نشوفوا أنه من اللي بتعدنا على الدهون الحيوانية زادت أمراض القلب وشرين في هذه الحالة نرجعوا إلى وش قالوا أجدادنا أكيد نرجعوا الأكل لأجدادنا وفي نفس الوقت نرجعوا للحركة لأجدادنا كانوا يديروها صح لأن أجدادنا لم يكن عندهم سيجارة كان عندهم جهد عضلي كبير وبدني كانوا يخدموا الفلاحة صح حتى المرأة كانت الأعمال المزيئة تحشاقة جدا فهذا كل الأكل حتى اللي كانوا معتمدين على النشوية بزاف فكانوا يحرقوا هذوك النشوية كان مازال حد الآن نساء في المداشر بل في الأرياض أيضا بعد على المدن نحيوهم بالمناسبة ونقول لكم يعطيكم الصحة ونقول لكم الشيء اللي راكم تقوموا به صحي جدا جدا فقط واصلوا وما لكن مش لدرجة الإرهاق ولكن عسوا صحتكم فتحية احترام لكل سيدات اللي راهم موجودين في الأرياض للنساء الجزائريات اللي في القرى وليرام يشوفوا فينا في هذا الفترة الصباح يا تحية احترام وتقدير لكم نرجع لك أستاذة فضل نكملوا في البيراميد ولا الهرم الغذائي الحديث كنا نتكلمها لللحوم أن اللحوم يعني أعطوها أهمية كبيرة أكيد أنه ربطت اللحوم بالإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع الكوليستيرول ولكن منذ الإبتعاد على هذا الدهون الحيوانية خاصة أصبحنا نرى أنه كثرت الإصابات بارتفاع دهون الدم ارتفاع الكوليستيرول كثرت الإصابات بأمراض القلب والشرايين وهنا كل هذه الأمراض ناتجة عن مرض السكر مرض السكر اللي يجينا من النشوية والسكرية جميل نكملوا ونواصلوا في المرتبة الثانية ربما نشوفوا ربما نشويات وزيوت أيضا نرجعوا أيضا نشوفوا نشوفوا أيضا إلى نروحوا ربما إلى المرتبة الثالثة الأسماك ربما نشوفوا أكيد الأسماك واللحوم وعلى ما أظن مشروبات مشروبات طبيعية ربما حاطين بعض البقوليات بقوليات صح أكيد لأنه حتى البقوليات يعني من النشوية فيها كمية معتبرة من النشوية وشنه هي البقوليات البقوليات كما عندنا الفاصولياء البيضاء والفاصولياء الحمراء كما نسموها اللوبيا أكيد فيها نشوية العدس خاصة العدس البني هذا اللي فيها القشرة عندنا الحمص عندنا الفول كل هذه عبارة عن بقوليات اللي فيها كمية معتبرة من النشوية وحتى الفول السوداني اللي هو الكوكاو الكوكاو اللي هو يعني مصنف ضمن البقوليات مش مصنف ضمن المكسرات فهنا لازم لازم نديروا تحديث كما درنا تحديث في كل المجالات حتى الهواتف النقالة يعني راه تحدثت وراه تبدلت فلازم نديروا تحديث على مستوى التغذية على مستوى أيضا على مستوى كل العلوم بما فيها العلوم الطبية نزيدوا نشوفوا أيضا ربما الأجبان وراحي نزلت بدرجة أعطوها أهمية أكبر أكيد من الهرم السابق الأجبان الأجبان فيها فوائد كثيرة اللي كما قلت لك سبق وقلت لك يوسف أنه يعني تم التخوف من الأجبان وصفار البيض واللحوم يعني كنا خافوا منها يعني تسبب بنا ارتفاع الكوليستيرول ولكن ثبت أنه الكوليستيرول الغذائي يعني الكوليستيرول اللي موجود في الأغذية هو ليس سبب في ارتفاع الكوليستيرول في الدم إذا ارتفاع الكوليستيرول سبب انتاعه هو تناول كثير من السكرية والنشويات والتدخين والمواد الكيميائية فهنا كل المواد الطبيعية يعني لخلقها الناربي نقدرون نتناولوها وهي ليست أسباب في ظهور الأمراض جميل نروح إلى الحصة الأقل لنشوفها للحلويات الحلويات قد دايما هي الأقل أكيد أكيد والله يشوف يوسف هنا في المجتمع الجزائري يعني ناكل الحلوة ناكل 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 شوف يصباح يسقى هو بالحلوة خاصة قاوح لي بمعجون ولا قاطو وعندك تلعشية تاني ضروري جدا هادك تلعشية تاني الصهراء موضوع رمضان هذاك موضوع طويل جدا اللي راح إن شاء الله حين تتكلموا فيه ولكن الحلويات يعني خليني نقولكم على بني المعلومة ما يشح أتعجبكم ولكن الحلويات ماشي باش ناكلوها كل يوم خاصة صبح وعشية على هذين قلوب اللي نرجعو للفاتور الصباح اللي نقدروا نستغناء وعليه نقدروا ما ناكلوش الصباح نستنو حتى لفترات الغداء وهناي راح ننتبه بلي مراناش راح ننجوره في الفترات الصباحية فالحلويات ما راهيش حاجة لنقدروا نتناولوها يوميا فالك ما تعجبش الجزائريين ولكن صحية تتولي عليهم بالنفع أكيد لأنه يوسف كين كلام ما يعجبش ولكن ينفع صح كلام ما يعجبش ولكن ينفع أنا لما نقول الجزائريين ما تاكلوش قاطو ما يعجبهمش الحل ولكن هذا الشي ما يقدروش من قدرت الجزائريين والله والله يشوف أنا على حسب أنني نتعامل مع الناس والله كين الناس بدأت تتقبل الموضوع وحتى بدأت تطبق بدأت تطبق الصيام المتقطع خاصة بعد انتشار هذه الأمراض كل واحد عنده في البيت مريضة ربي يشافيها على كل حل ولكن ضروري نهتم وشكرا لك سيدة فالنجر لك كنت حاضرة معنا في هذا الصباح وشكرا على كل التفاصيل